تحت رعاية سمو ولي العهد تم افتتاح المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمدراء المدارس البريطانية في شرق الأوسط وبحضور سمو شيخة حصة بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير تربيته والتعليم لدى افتتاح المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمدراء المدارس البريطانية في الشرق الأوسط القمع للشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكلمة الرئيسية في جلسة الافتتاح رحب فيها بإقامة المؤتمر للمرة الثالثة في مملكة البحرين وأشهد فيها بالتعاون بين المملكة ومنظمة المدارس البريطانية في الشرق الأوسط ضمن النطاق الأوسع للإلاغات المتميزة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعود بما يحقق المردود المشترك للجانبين مشيرا للأمثلات البارزة على التعاون بين البلدين في المجال التعليمي ومنها المدارس البريطانية ومدرس دو سانت كريستوفر والكلية البريطانية في البحرين ونوها معالي بالبصمة البارزة للتعاون بين المنظمة وملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وحرص المملكة على تعزيز هذا التعاون مما يأتي ضمن الأهداف السامية التي حددتها المسيرة الوطنية بغيادة جلالة الملك المفدة بإعطاء التعليم مكانة متقدمة في العملية التنموية مما تم تجسيده في ميثاق العمل الوطني ومن ثم نعكس ذلك في جعل التعليم ركنا أساسيا في الرؤية الاقتصادية 2030 مضيفا معالي بأن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء يولي عناية خاصة بدعم كافة الجهود التي تصب في خدمة هذا الهدف إذ يربط ذلك بتوجيه الاستثمار في الإنسان البحريني كالثروة لأعز ذات الدور المحوري في النهوض بالعملية التنموية الشاملة وأشارت الكلمة للجهود الطيبة التي أبذلها رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء وما له من دور كبير في صياقة الاستراتيجيات والمبادرات الهدفة لتعزيز القطاع التعليمي والتدريبي في المملكة وتطويره بما ينسجب مع المعايير الدولية ومنظمة المدارس البريطانية في الشرق العوسط هي مؤسسة مستغلة تضم شبكة من مئة مدرسة في الشرق العوسط تطبغ النظام التعليمي البريطاني ترجمة نانسي قنقر